في دوازتين مستمعينا نقصرها لكم حلوة سهلة بالتمر سنحتاجون في المقادير كان المقادير الحلوة العجين ومقادير الحوش والتمر سنحتاجون في العجينة 150 جرام زبدار طبا واخد درجة الحررة المطبخ وكاس العنبا ديال السكار وصاشة واحد ديال فاني وكاس ديال الزيت ومسكاس ديال مزهر ولد قصرها أقوم بتصيير من الواقع المرأ south والتحان من النوع الجيد لحسب الخليط هدول مقادير الحلوة العجينة نقلنا مع الزبدة كاس ديالسانيده صرش ديال فاني كاس ديال الزيت نسكاس ديال المزهر اللد قصرها الأقوم بتصيير من الحلوة الداخل والتحان على حسب الخليط ونقلنا نعبره بالكاس ديالعنبا هدى المقادير ديال السكار الدين والزيت والمزهر بالنسبة للحشوة اللي غادي نعمره هاد الحلوة بالتمر غادي نحتاجون سكيلو ديال العقدة ديال التمر من الافضل على اننا ناخده يعني التمر ونفوره ونحضره منه هاد العقدة هاد الحشوة من الافضل لانه التمر اللي كيتباع كيكون ناشف شوية ولما كاش عنا الوقت ممكن اننا نستعنو بهذاك المعجون ديال التمر اللي كيتباع في البلاستيكات فادي ناخده سكيلو ديال المعجون ديال التمر تقريبا ميت قرام ديال لوز محمر ومتحون خمسين قرام ديال زنجلال حتى هو محمر ومتحون شوية ديال مزهر جاجوج معلقات معلقة كبيرة ديال زبدة باش كمير طبو دك التمر وشوية ديال القرنفل المتخوق يعني القرنفل كيمشي مع المذاق ديال التمر كيلي ما تيبغيش كيديير غير التمر مع الزهر وكيلي كيديرو وما كان كتروش منه بزاف ما كيجيش طيبة دياله غالبة وانما كان ديرو غير واحد الحبات من ونغرب لهم زيان وكنضيفو على المقادير غادي نمشيو بنسبة اللي حلوة اول حاجة وانا نخدمو ديال زبدة طبو مع دا كاس ديال سانيده نخدمو الزبدة بيدينا مع سانيده نضيفو الساشة ديال الفاني نضيفو كاس دلعنبه ديال زيت الرومية زيت المائدة ونخلطو ونسكاس ديال المزهر وفي اخر مرحلة كنضيفو الطحين الخاص بالحلويات مع راس مالقة ديال الخميرة الكيموية يعني الخمارة الحلوة غير راس مالقة صغيرة مكان كتروش راس مالقة صغيرة ديال نخلطو هاد المقادير مع بعدي ديته مزيان حتى كنحصلها لعجينة اللي هي رطبه ومجموعة في نفس الوقت فكيف قلت رابعة ديال زبدة طبو كنخدموها مزيان مع كاس ديال سانيده من الكي تخدموه مزيان كنضيفو ساشة ديال الفاني وكنخلطو مزيان كنضيفو كاس العنبه ديال زيت المائدة زيت الرومية ونخلطو نضيفو نسكاس ديال مزهره احنا كنخلطو دائما ونباد نضيفو راس مالقة صغيرة ديال الخمارة الحلوة الخمارة حمرة وكنج نجمعوه بالطحين اللي غادي كفانا حفنا بحفنا حتى كتجمع لنا الخالات ديال الحلوة وكتكون عجينة اللي هي رطبه ومرخوفه خاصة بالحلويات كنحترفو بها وكنكون وجدنا مثلا العقدة ديال التمر بنسبة العقدات ديال التمر كيف ما قلنا ايما ناخدو المعجون ديال التمر العقدة ديال التمر تكون واشطة اللي كتباه وعد كنضيفو له هاد المقادير اولا كناخدو التمر نحيدو ليلف دياله وكنفوروه ومن بعد كننا نطحنوه مع مية جرام ديال لوسك من اللي كان يتحم او لكي هو دغيك اتماعك انا من اللي كانت فوره سهل انا يعني كان ماكوه وكانت عندو ديال القشرة اللي غليدة لك نحيدوها فماللي كان نخلطوه مزيان ديال التمر مع لوز محمر ومطحون جاجوج مع القات ولا ثلاثة ونزلة صغيرة على حسب الرغبة ديالكم وكي يخلي شوية مهر مشرقيقة وزنجلان كي يبغي مثلا من اللي كان يعضف ديال الحلوة وديال التمر كتكون الدخل كي يبغي ديك تقرميشات ديال اللوز وديال زنجلان ولي متيبغيش فغادي تح نحنو مزيان، فقلنا العقدة ديال التمر نخلطوها مع شوية ديال اللوز محمر ومطحون مع شوية ديال الزنجلان حتى هو محمر ومطحون وكن نخلطوه بيدينا نضيفه معالقة حتى الجوج معالقات ديال مظاهرة على حسب الكيمياء ديال التمر لي درنا وكن نرطبوه بمعالقة كبيرة ديال زبدة وكنخلطوه وكنضيفو 1 رتقاس صغيرة ديال القرن في المطحون حبات من القرن في متحنوهم نغلب له ونضيفوه على هاد الخالط وقلنا ما نكتروش لانه هو غي شوية ك فهاي عطي الفعالية دياليل انو كيكون القرنفل مجهد ومن الي كان كتروا منو يعني من ديك حلوة كأنشولي فياها واحد المضاق بحل ذيك نفقة ديال الشعر فمن الافضل على اننا نظيفه شمية طريطقة صغيرة ديال القرنفل كتمشي مع المضاق ديال الزهر والمضاق ديال التمر وكتكون كافية ووقت دما كانت يتلق في التمر يتزيد تبنان ديك الحلوة يعني مايحتاج اننا نكتره منو هذا القرنفل وكنخلطه هذا التمر معلوز محمر ونطحون مع زنجام بحمر ونط مع معلقة كبيرة دي ي يدينا بشكل طولي ونبسطوها ونضيرو كذلك العقدة ديل تمرتها هي على شكل سباعات ونضيرها فلوس وكل ولبوها كاجينا على شكل سباعات مثلا بحل كاجينا قد تمرة مثلا قد تمرة ولا كبر منها واحد شوية وكنزينوها اما بهاك المنجاج اللي كنزينو به يعني الحلويات كان بقوادي اللي كيعرف يخدم بيه كيدير منوش كيله هكا لانه هو سهل غير ما كان دخلوش في العجينة وفلوس الوقت يعني كيعطينا واحد درسومات اللي ما عندوش ذاك المنقاش وما تعرفش يخدم به رغم ممكن أنه مباشرة إما يدير ذاك العجينة مع العقدة ديال التمر يديرها في الوسط على شكل كويرة أو على شكل صباعات وكيديرو مباشرة في هذاك المرشم العادي كين دا بتبرك الله بأشكال كتيرة وكين هدوك المرشم ديال المعمول تيكونو إيمان بلاستيك أو لم الخشب ويعني دائما كنديروه في شكل اللي بغينا كين مثلا دا القالب ديال المعمول داك الكبير وصغير ومتوسط يعني مرشم واحد تيكونو فيه ثلاثة بأشكال مختلفين ولا أشكل واحد وكيكونو بتزيء يعني بأحجام مختلفة كتكون إيمان حليوة صغيرة ولا متوسطة ولا كبيرة ومباشرة من اللي كتلولبوها على شكل كويرة أو على شكل صباعات على حسب المرشم وكتديروها في الوس سوف يتأخذ داك شكل ديال داك التزيين ومن بعد كندربوه داك المعمول يعني داك المرشم باش كتنزلينا داك الحلوة كان بقى وغادين حتى كنكملوه وكنستوى في اللطة ديال الفران وكندخلوها الفران حتى كتطيب وكتتحمر واحد شوية هي كتبقى بيضاء هي كتجمع راسها وكتكون يعني طابة الحلوة ومجتاز ودك الساعة كنخرجوها وكندوزوها في سكر غلاسي سبيسيال من نوع الجيد الخاص بالتفناد فكتجي لدي دا بزاف مع أتي وهي معروفة ب من بين الحلويات المقبولة جدا ولذا دائما في الأفرح في الأعياد في المناسبات كان مغلو دائما هذه الحلويات اللي فيهم العقدة أو للطيبة ديالتمر نتمنى تجربوا هذه الاقتراح وبصحة والرح